السلام كنتمنى تكونوا كلكم باخر و بيئة مصطحة اليوم ستشارك معكم غضيوة سهلة سريعة و تأتي الديدة و صحية الرز بالخضر يأتي بطريقة سهلة و سريعة مع عصير الديد بجوج تفاحة و جوج حمضات يأتينا كثير من لتر و نصف العاصر مع الحوت في الفران بلاقليين يأتي الديد و صحي و لا تنسوا من لايك و برطاج الفيديو لكي تعمل فائدة و كيف نبدأ بالصلاة على النبي نعليه أفضل صلاة والسلام بسم الله على بركتي الله هنا نحتاج الحوت و الكمية حسب الرغبة و اي نوعية كانت عندكم الحوت هنا عندي شرغو فانا غسلته و نضفته يد من قبل و عصرت عليه الحمض و خليته ستقطر و فلحت كل حوتة كان في اللحة ثلاثة ديال الفليحات من كل جانب صافي بعد ممثالي عندي جوج ديال البطاطات و واحد الحبة ديال لبس بس و واحد البصيلة خضارية مغسولين ومنقيين مزيان و قطعتهم على شكل دوائر و نحتاج عصر نصف حمضة و الثلوة ديال كأس ديال زيتون و ممكن تديروا نباتية و عندي التوابل الايبزار والكامون والطحميرة والهريسة اختيارية وسكنجبير او الزنجابيل و الخرق مع رقم الطحون و الملحة بالضوق و بالنسبة لكمية ديال التوابل كتبقى على حسب الكمية اللي عندكم ديال الحوت تديروا الكمية اللي غا تكفيكم انا هاد الكمية غا تكفيني سوف نوضع هاد الكمية ديال التوابل في واحد طبصيل اللي غا نشرمل فيه الحوت و نضيف الحامض العصير ديال نصف حامضة مع الزيت ديال الزيتون و نخلط مزيان و نزيد واحد شوية ديال قصبره بعد نصف صافي و نبدأ نشرم الحوت ديالي مزيان و نبدأ ندخل حتى من دوك الفليحات بس كي تشرب لنا الشرمولة و يتلدد صافي نستمر راح تنشرم الكيمية اللي عندي ديال الحوت و هنتم معاي فاجربوا هاد الشرمولة والحوت بهذا الطريقة اللي اتشاركت معاكم بصراحة كي يزيل ديد بزاف و صحي في الفران أنا متأكدة إلي جربتوه ما تفقوش تقليوه كيف ممكن عارفوه الزيت غلاء و كي يجيل ديد بزاف بهذا الطريقة بلا قلي بعدما شرملت الحوت غنشرم هاد الخضيره البطاطا مع واحد الحبة ديال البسباس والحبة ديال البصيلة فانا ازلت عليهم شوية ديال الزيت و شوية ديال المليحة و نشرم لهم بهذا الشرمولة اللي باقة و نفرشهم في اللطة ديال الفران اللي كانتها من قبل بشوية ديال زيت نباتية عاد غنست في الحوت فوق منه و غنزيد واحد الوريقة ديال الرند بشتنسمي لي الحوت مع شوية ديال العويدة ديال الزيتر و اكيد هاد المرحلة فانا مشاع على الفران كنسخنه مزيان و كنرد النار تكون متوسطة صفي و كنخشي اللطة ديال الحوت في الفران من الفوق حتى يطيب لي الحوت مع الخضيره اللي استفتحت منه و كنرد اللطة ديال تحت حتي تحمر لي الحوت و نخرجه و هنا نمر نصوب معاكم الروز بالخضراء كي يجي حبة حبة و لديد بزاف ما تقنعوش منه المهم عندي هنا الكمية نصف كيلو ديال الروز خديت منه ثلاثة ديال كيسن ديال العنبه كبار شط منه غير شوية صافي نحطه هنا يحتن ديال نغسله مزيان في الروبيني و هنا عندي واحد البصلة خدارية مقطعة و عندي شوية ديال قصبور و معدنس و ججوري قد ديال الرند و واحد الفلحة مقطعة مربعة و جوج ديال الخيس زويات مقطعين نرقيق و شوية ديال الجلبانة و هنا عندي التوابل عندي التحميرة او البابريكا مع القرفة و الخرقم و الملحسة بالذوق و الإبزر و سكينجبير و هنا فوق النار وضعت الكوكوط او الطنجرة اللي كانت تخدمه فيه سوف يكن نوضع الزيت النباتية و نضيف البصلة و نشحرها مع واحد الرويه الصغير ديال تمام حكوك سوف يكن نضيف الفلفلة و نشحرها معاهم نعندي واحد طريف ديال الفلفلة نعود نقطعه ما مقطعش فانا غير مصرعه على الفيديو حتى نشحره نضيف خيزه مع الجلبانة او ثاني و نزيد نشحر و هنا نزيد الربيع مع ججوري قديل سيدنا موسى او ورق الرند و نضيف التوابل و نحرك مزيان الخضر و ده بصفيك نزيد الرز بعد مغسلته مزيان و ثلاثة ديال المرات بالماء و هنا عندي الماء معبور سبعة ديال الكيسان فانا عندي ثلاثة ديال الروز كنعبر كل كاس ديال الروز جوج ديال الكيسان ديال العنباء اي ستوز و اضفت واحد الكاس على حسب الخضيرة صافي كنخلط مزيان و الملح دائما كيبقى حسب الضوغ فانا كنضغ ذاك المارك حتى كيجيني الملح هو هاداك صافي خليت النار مجهده حتى بدك يتبخ و هنا يا صافي نقصت النار تكون مهيله غير كنرد الغلاقة ما كنسدش الكوكوت ذاك شعليش قتليكم ممكن تديرو غير طنجرة غير كتسدوها و صافي صافي و نخليه يطيب على راحته ما كي ياخدش وقت بزاف واحد نصاعة ولا هكذا كي طيب و هنا مرت معكم نصاوب عصر عندي جوج ديال الحمضة امنقيين او مقطعين دوائر و حيت منهم العظام و جوج ديال تفاحة كنحيد لهم غير القلب ديالهم اللي فيه العظام صافي و نقطعهم طريفات و قشرة حمضة محكوكة و عندي السكر حسب الضوغ او العسل على حسب الرغبة صافي و ماء عندي واحد لطره ديال الماء نوضع المكونات ديالي تفاح و الحمض مع الماء ما كنكملش لطر صافي و نبدأ نطحن نطحنه مزيان و هناك نزيد كنكمل ذاك الاطره ديال الماء و نزيد نطحن صافي بعد ما طحنته سنبدأ نصفيه فأنا جبت صفيه نزيد نصف لطره ديال الماء بصراحة هاد العصر كي يجي لديد و منعيش بزاف ما تقنعوش منه غير جربوه بكمية قليلة ديال الحمض مع تفاح جوج حمضة شوية كبار و جوج تفاح حتى هما شوية كبار كي يعطيونا كمية كتيرة لبأس بها هادي هي الكمية بصراحة العصر كي يجي لديد ما تنقنعوش منه نتمنى منكم تجربوه هذا هو الشكل دياله و هنا يا صافي تقريبا كملت و جوجت العصر و الروز تقريبا طب نشوف وجه حبه و هنا كيف ما قلت لكم الروز صافي نشوف بحلة نفور و كي يجي حبه حبه ما كي تأجن محتسي حاجه غير تبعو جميع المراحل فالنوعية ديال الروز اللي استعملت غلاسي الصفر و الحوته هو و خرجته صافي الغذيوه دياله كتكون وجدد هان تومو غير كنحرقه ما شاء الله فالكوكوط كي يبدأ يتحيض كي يجي كله حبه حبه و هنا كنقدمه في التبصيل كي يكون هذا هو الشكل دياله بصراحة كي يجي لديد و خات وجدوه غير هكذا العشاء شحر من الخطرة كن وجدوه غير بحال هكذا العشاء كي يجي لديد بزاف و نتمنى منكم تجربوه و هنا الحوت كنزيده فوق من الروز و التقديم كي يبقى اختياري هذا هو الشكل النيائي دياله و اللي كتوحم و شهيتها تسمح لي و هنا الخطيرة اللي طابت تحت من الحوت و الحوت اللي باقي اللي طيب تتهوه بصراحة كي يجي حسن من المقليف غير في الفران و الشكل دياله كي يشهي و الريحة طلعة ما نقول لكم مش من الروز ولا من الحوت و العاصر كذلك ما نقول لكم شحل واعر نتمنى منكم تجربوه يعني انتم ما كنوريكم من الروز كي يجي مفرز حبة حبة نتمنى منكم تجربو هاد الغذيوه ديالي متعجبكم و هذه هي غذيوتنا اللهم ادمها علينا نعمة و احفظها من الزوان و كنتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم و شجعوني باللايكات التعليق ديالكم بس نستمر و كنقول لكم تهلا و فريزكم الى اللقاء اشتركوا في القناة